حسب الجريدة الإلكترونية إيدما يورا ميديا صادرة في مقاطعة سردينيا والتي نقلت على المكلف بشؤول عامة في الحكومة الإقليمية لسردينيا فيليب بوسبانو أنه ملف إقامة منشآة دايما لإيواء الحرقة الزيريين قبل ما يرجعهم لبلادهم في سيجن ماكومار أنها تحصلت على كامل ترخيص الموافقات ورح تكون واجدة في ضرف ستة حتى التسعة شهر وعلى حساب نفس المسؤولة رح تكون لجنة خاصة تسير هذه المنشآة وهي تابع الوزارة الداخلية وتكون طاقة استيعابها بنحو 1200 شخص وتعتزم السلطات الإيطالية في سردينيا من خلال هذه المنشآة الضخمة يحبسوا تدفق الحرقة الزيريين على الجزيرة ويخلوا عملية الترحيل تكون من المؤسسة مباشرة بعد فترة احتيجاز فيها وكانت السلطات في جزيرة سردينيا قد مارسة ضغط كبير على الحكومة المركزية في روما باش يدفعوا تزير لمراقبة شريطها الساحلي ووقف تدفق الحرقة الزيريين عليها وهذا بعد ما عرف عام 2017 ووصول كتر من ألفين حرق جزائري للجزيرة الإيطالية واتهمت سلطات الجزيرة الحرقة الزيريين بالتسبب في جرائم مختلفة منها السريقة والاحتداءات والشغب مع السكان المحليين ما تطلب تعزيز قوات الشرطة لصفوفها